موسيقى أعود لنا على الأخذ التي تفت مم شوف الخبر الذي جيد في هذا الشيء الذي يقعه هو أنه في الأخير طلقنا مع طلقنا مع طلقنا مع العائلة التي كانت تم أعود لك على الأخذ أعود لك على الأخذ كما تعرفون أو لا تعرفون كان يعمل مع القوات المسلحة الجوية الملكية المغربية وبحكم أنه كان من خيرة الطلبة كان تصفت لأنه كان يشل أمريكا لكي يكمل الدراسة دياله تم وعاش في فترة طويلة في أمريكا فالفترة كانت تعرف على سيدة أمريكية هذه السيدة الأمريكية التي تعرف عليها كان بغاها وبغاته تزوج بها من تزوج بهذه الأمريكية هذه كان كان نهى الفترة دياله في أمريكا ورجع للمغرب ورجع للمغرب بطبيعة الحال هذه السيدة الأمريكية يعني رجعت معها للمغرب رجعت معها للمغرب من رجعت معها للمغرب ثم هناك تولدات أختي سومية أختي مانال ولدهم هنا في المغرب وتقريبا عندما يقول الأب ديالي لا أعلم أي عمره ليس حال في المغرب لا أعلم ما أعلم ما أعلم ما أعلم ما أعلم ما أعلم كانت زوجة الأمريكية وقالت لي لا أريد أن أعلم أريد أن أعلم إلى أمريكا وبحكم الوظيفة الأب ديالي لأن الأب ديالي كان يعمل بكل فخر في القوات المسلحة الملكية الجوية حكم الوظيفة لا يمكن أن يمشي في أمريكا وكذلك يعرف أن الناس في الصمترة يعرفوا فهو قال له لا يمكن أن يمشي لأمريكا في كل ما أعلم هذه السيدة كانت 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 قدت لمعشبه حالي كانت أمريكا ومشيت كانت 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 بمتغطة كنت وصلت إلى أحد المسألة كانت سألقى كيف يهرب من المغرب لكي يذهب الى امريكا الاب ديالي ما بغاش ما بغاش يدير هذا الشي الولد ديالي بغي يخدم في البلاد بغي يحمي بلاده بغي يخدم بلاده ما بغاش يهرب من الله عسكر بغاش يمشي معها تماية لانها تعتبر خيانة للوطن صاف يتم الولد ديالي اضحى بالعائلة دياله مقابل الوطن دياله نقول لك اضحى بعائلته مقابل الوطن دياله اضحى بجوج بنات ومرأة وبقى في المغرب وهي رفعت عليها تطلق صاف ايها تطلق الولد الوليدة لا الوليدة ما تطلق الوليدة مهم تطلق الوليدة ما كيف تطلقه ايه غبرات من تلك ساعة ملقاش كارت تغضر مع هذا حتى كبروا خوتي كبروا خوتي كانوا يصفتوا له بعد ذلك كانت تتحرك كانت مرة مرة كانت تكتب له الرسائل ما كانت تصفت له الرسائل هذا 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 أخوتي تلك الساعة كانوا يصفتوا مرة مرة وكانت آخر الرسالة وصلتنا هي لولدات أختي كانت ولدات وصفتت تصوير ابنة كانت تصفت على الوالد وكل شيء تصورت لك في 1995 تقطع الحس أنت تصفت بلدات ثقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المهم اخت كبيرة 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 45 50 عام وليد وليد 22 عام انت اه انا يعني املي مشيت اول مره الامريكا وهذا تماجتني الفكرة لماذا لا اشتركوا هاد خوتي المشيات لم يكن أكتبوا لان اشتغال تماما املي كنت بغيت نمشي املي بغيت نقلب على خوتي كما قلت لكم قلّبت في الانترنت لا أردت كنت أقلّب على أختي لذلك كانوا قناّدت المشكلة لتوطرات الباليزة على مهمين موقعيليات مما وفعلاً عاوني شيء مغاربة كانوا يعملون بسلك الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية عاوني كما لا أردت وصراحة لهم جهود ولكن للأسف ذلك المعطيات التي أعطيهم أنا أصلاً غلط هذا هو الإشكال الذي يقع في العملية البحث المعطيات التي لدينا أصلاً غلط إلا أنه مؤخراً واحد ابن يعني ولد عمتي هو اللي يطح في واحد الكنتاكت يعني يطح في هذا الكنتاكت عاد عرفنا بينما نقلبنا في المعلومات العامة رقينا بينما رأى الأخت وصفات إطرة يعني حادثة سير وعاد عرفنا من بعد قدرت أني نتواصل مع واحد سيدة جارتهم هذا هو أنا الذي قدرتهم من بعد يعني قلبتني شوية رقيت أني نتواصلت المهم عرفنا مات وكل شيء المهم كانت عندنا هي ماتت في 2015 نحن بحلها في المندما المهم عرفنا هذا الولد المسكين المهم زتي بكي المهم العائلة كاملة ما هذا نحن عرفنا بينما مات في 2015 ما المهم هذا هو اللي كان الخط باش أنني قدرت من بعد لقى أولادة لقيت أولادة لقيت أولادة لقيت أختي الأخرى لقيت أولادة لقيت أولادة المهم هذه جارتهم هي التي أعطتني كل شيء أعطتني أختي الأخرى أعطيت أولادة الأختي عظي لقيت أولادة نعم 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 ان شاء الله سيأتي للمغرب نرى رأسي خال نرى رأسي نرى رأسي خال و أختي نقول لكم أختي 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 لم أردو كل مرة كنت يكونوا و هاتش اللي كان هاتيا يلقي الصارخوت والله يا رحمه والله يا رحمه والله يا رحمه ورحمه جميع أموت المسلمين والله يا رمريكم أنا أولاد أخواتي أنتن بان أنا بلوا مالي والدي إلي هههههههههههه يا مرأة